اشتركوا في القناة اهلا بكم الى غرفة الاخبار ونتابع فيها الطائرة المصرية المنكوبة اشارات بلا دلائل معركة الفلوجة والحشد المخاوف السنية اليمن في ذكرى الوحدة اين اوصله الحوثيون ما يزال سيل التكهنات بخصوص ما حدث للطائرة المصرية المنكوبة يتدفق بالانقطاع وذلك مع ما يستجد من معلومات وبيانات تكشف عنها السلطات المختصة بالطيران واخرها سلسلة الرسائل التي ارسلها نظام التواصل الالي عن بعض الاعطال التي اصابت الطائرة قبيل سقوطها لكن حتى الان ورغم اكتشاف بعض حطام الطائرة شمال الاسكندرية لا تزال هيئة التحقيق المعنية بالحادثة وغيرها من اجهزة دولية تجمع الادلة بانتظار ان تحدد السبب الحقيقي لما جرى سباق مع الزمن للعثور على خيط يقود الى فك لغز سقوط الطائرة المصرية المنكوبة في عرض البحر المتوسط وعمليات بحث لا تنفك وتحديدا بالقرب من المنطقة التي عثرت فيها السلطات المصرية على حطام للطائرة واشلاء للضحايا القاهرة التي تقود عمليات البحث والتحقيق ابدت ترحيبها باي طرف يرغب في المشاركة مع فريق التحقيق طالما توافرت الشروط التي توجب ذلك لكنها اشارت الى ان فرنسا هي الدولة الوحيدة التي تشارك فعليا في التحقيقات حتى الان من ضمن ما يتوارد بيانات حول الطائرة المنكوبة هيئة السلامة الجوية الفرنسية تؤكد ان الطائرة ارسلت اشارات تفيد برصد دخان داخلها قبل دقائق من سقوطها في عرض البحر لكن تلك الاشارات لا تفسر في كل الاحوال سبب وجود الدخان داخل الطائرة بحسب المصادر ذاتها باريس وعلى لسان وزير خارجيتها جان مارك ايرولت جددت رفضها لترجيح فرضية على اخرى بشأن سقوط الطائرة مؤكدة ان التحدي الابرز امام فريق البحث هو العثور على صندوق الطائرة الاسود كل الفرضيات قيد الدراسة ولا نرجح اي فرضية على الاخرى المعلومات كلها متناقدة وهذا ما يزيد من معاناة اسر المفقودين فرنسا فتحت تحقيقا وكذلك مصر مع وجود تعاون مشترك بين الطرفين من اجل الوصول الى المعلومات الصحيحة وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية لا تستبعد بدورها ان يكون سقوط الطائرة بفعل فاعل فتؤكد ان البحث جار حول ما اذا كان هناك شخص على متن الرحلة مرتبط بجماعة متطرفة يبدو ان حل عقدة لغز تحطم الطائرة المصرية المنكوبة يرتبط باللحظات الاخيرة لها تلك اللحظات تفسرها بيانات جديدة وردت من الطائرة نفسها عبر سبع رسائل تبلغ عن اعطال وصلت من نظام اوتوماتيكي يرسل بيانات اعطال الرحلة الى شركة الطيران الرسائل وصلت في اخر ثلاث دقائق قبيل اختفاء الطائرة عن شاشة الرادار وتحطمها في البحر اولى تلك الرسائل كان بلاغا عن عطل في جهاز التدفئة الخاص باذابة الجليد في النافذة اليمنى في قمرة القيادة بعدها وردت رسالة تفيد بعطل في جهاز الاستشعار المخصص للنافذة التي الى جانب مساعد الطيار جهاز استشعار النافذة مسؤول عن تنبيه الطيارين الى ان النافذة مفتوحة وليست مغلقة ثم وردت رسالة مهمة وهي بلاغ عن رصد نظام الطائرة لدخان في احدى دورات المياه بعد دقيقة واحدة رصد نظام الطائرة دخانا في مقصورة حواسيب الطائرة والموجودة تحت قمرة القيادة مقصورة الحواسيب تحوي كل انظمة الطائرة المخصصة للملاحة ثم وردت رسالة عن عطل في جهاز استشعار نافذة اخرى في قمرة القيادة ثم تعطلت الوحدة الثانية من نظام الطيار الالي بحسب رسالة اخرى الا ان الطائرة تتحوي وحدة احتياطية لتشغيل الطيار الالي حين الحاجة ثم وصلت رسالة اخرى تفيد بعطل في نظام التحكم الخاص بمكابح الجناح وهي قطع مثبتة اعلى الجناح تساعد الطيار على الهبوط التدريجي وتخفيف سرعة الطائرة تحديدا حين ملامستها الارض رسائل الاعطال تلك يفسرها بعض قبراء الطيران بانها قد تعني نشوب حريق في الطائرة بسبب تقني او بفعل فاعل ادى الى فشل اجهزة التحكم الرئيسية والثانوية مما قد يفسر عدم صدور نداء استغاثة من الطيار لكن التتابع القصير للبيانات لا يقدم دليلا على الجهود التي بذلها الطيار للسيطرة على الطائرة كما لا يبين ما اذا كانت الطائرة سقطت كتلة واحدة ان تحطمت في الجو تلك البيانات توضح بعض الصورة لكن الصورة موجودة في الصندوقين الاسودين الذين يقبعان في مكان ما في قاع البحر المتوسط وقبل العثور عليهما لن تخرج النتائج النهائية للتحقيقات معنا من القاهرة الخبير في الارصاد الجوية وحيد سعودي سيد وحيد مساء الخير اهلا بك الى غرفة الاخبار بداية من هذه الرسائل الالية التي صدرت بشكل سريع واكثر من عطل هنا نتحدث عن اعطال كثيرة ودخان بشكل سريع في ثلاث دقائق ثم انقطع الارسال بما يفيد بانه وقعت الحادث ثلاث دقائق لم تكن ربما كافية هل هذا معتاد ان تكون هكذا اخطاء او اعطال بهذه السرعة بهذه الكثافة في هذا الوقت القصير في انظمة الطيران وطبعا ما فيه شك ان الوقت كان قصير لكن هو في الحقيقة طبعا ان فيه خبراء مهندسين قبل الاقلاع بيقوموا بكافة مراجعة الاتمئنان على ميكانيكية واتصالات الطائرة ككل وبعد الاقلاع وقبل الاقلاع لكن من ناحية الارصاد الجوية حضرتك ما فيه شك ان الطيارة كانت بتطير على ارتفاع 37 الف قدم تقريبا من 11.5 الى 12 كيلو متر فكانت بعيدة كل البعد فعلا عن كل الظواهر الجوية الحرجة التي ممكن قد تؤثر على سير الطيارة او على حدوث اي اعطال فيها او انفجارات فيها او ما شبه ذلك ولكن السؤال الحقيقي فعلا اللي يجب ان يسأل هو انتفاض او هبوط الطائرة من ارتفاع 12 كيلو متر فجأة الى حوالي 7 كيلو متر اللي هو 16 الف قدم تقريبا يعني ايضا هو سؤال مهم فعلا نحن نبحث عن اجابة له في الصور التي صدرت اليوم عن الجيش المصري التي عرضها لقطع الطائرة هي قطع صغيرة هذه القطع الصغيرة حسب التحليلات يعني تشير الى انه الطائرة ربما انفجرت في الجو وليس على البحر يعني سقطت متناثرة السؤال هل ينقطع الاتصال بين قمرة القيادة وبين المطارات التي تحيط بها لانه الرسالة صدرت الية وهناك من تلقاها لكن لم يكن هناك رسالة من قائد الطائرة هل هذا ينعزوه الى ضيق الوقت ربما ام انه المفروض ان يكون هناك في تواصل مفتوح خلال الطيران يعني هو الاحتمال الكبير طبعا ان الصدمة كانت سريعة جدا ما كانش هناك اي فرصة للطيار ان هو يستغيث فكانت بديل اللي هو الطيار الآلي وطبعا كل الجهات كل بلدان العالم اللي بتشارك في تحليل ومعرفة اسباب هذا الحدث بتنتظر بالفعل السندوق الاسود حتى بما في ذلك فرنسا بنفسها لم حتى الان لم تضع ايديها على السبب الحقيقي لسقوط هذه الطائرة بالمثل برضو في جمهورية مصر العربية الكل في انتظار العصور على السندوق الاسود عشان تتضح الحقيقة موثقة وليس تكهنات كما يدعي البعض حضرتك طيب في نقطة اخرى هنا ايضا يعني ما ننتظره الان من الصندوقين الاسودين هذه المعلومات يعني تبدو بكأنها يعني كافية بل الذي يمكن ان يضيفه الصندوقان الاسودان لما لدينا من معلومات اصدرتها الطائرة بشكل آلي يعني ممكن مثلا يكون في انفجار حصل لعمل ارهابي في استغاثة حقيقية لم تصل الى برج المرأبة الجوية كل ده بيسجل في الصندوق الاسود ولذلك ان الجميع منتظر فعلا العصور على هذا الصندوق عشان يحط ايديهم على الحقائق زي ما قلنا زي مثلا اي طيارة مبتوعة بيبقى الصندوق الاسود هو الفيصل في معرفة الاسباب الحقيقية لمثل هذه الكوارس اللي بتحدث فجأة ما تنساش كمان حضرتك ان الوقت كان قصير جدا كما اشارت بعض الدول ان كانت الاستغاثة فقط صادرة من الطيار الآلي وليس من الطيار الحقيقي للطائرة نعم شكرا جزيلا لك الخبير في الارصاد الجوية وحيد سعودي حدثنا من القاهرة شانتال الآن العنصر الاساسي في البحث سيكون منصبا على الصندوقين الاسودين للطائرة حيث ترد انباء يا شانتال من انه تم الوصول الى المكان التقريبي للصندوقين الاسودين ما الذي نريد ان نعرفه عن هذين الصندوقين الاسودين لمن ليست لديه خبرة كافية سنتحدث بالتفصيل يوسف عن الصندوقين الاسودين لكل طائرة ان عادة ما يكون في كل طائرة ركاب صندوقان اسودان لحفظ بيانات الرحلة وكل منهما عبارة عن جهاز تسجيل في علبة لونها برتقالي كما يعرف كثير منكم هذان الصندوقان مقاوما للحرارة والضغط والصدمات والحريق وحتى الانفجارات يقوم احد الصندوقين بتسجيل كافة بيانات وقراءات عددات الطائرة بينما يقوم الاخر بتسجيل كافة المحادثات في قمرة القيادة لمدة الساعتين قبل الحادث الصندوق يرسل نبضات كهربائية بقوة 37 كيلو هيرتز كل ثانية منذ لحظة ملامسته للماء وتستقبل أجهزة الصنار التي تستكشف لنقل الأجسام تحت الماء هذه الإشارات في دائرة قطرها ثلاثة كيلو مترات هناك عوائق أمام العثور على الصندوق الأسود ليس أسوأها عمق المياه الذي من الممكن التغلب عليه يوسف في الوقت الحالي بهذه الأجهزة والأدوات أدوات الغوصة المتطورة لكن الأسوأ هو ضعف مجال الإشارة واحتمال تحرك الحطام من موقعه بسبب التيارات المائية وكذلك عدم استواء قاع البحر وهو ما قد يحجب إشارة الصندوق التي تضعف مع مرور الزمن إلى أن تخبو بطارية هذا الصندوق هنا يوسف ما نلاحظه اليوم من خلال التصريحات للأشخاص الذين يهتمون بعمليات البحث هنا يجب البحث عن هذين الصندوقين بطريقة أسرع من أجل هذا الموضوع ونذكر حادثة الطائرة الماليزية التي لم يتم العثور على الصندوقين الأسودين في وقت وتم بعد ذلك قيل بأن المطارية نفذت وكان صعب جدا أني أنا في محيط هنا نتحدث عن البحر الأبيض المتوسط ليس بذلك العمق الأمل اليوم يوسف بأنه تم العثور على موقع الصندوقين الأسودين هذا ما يقال حتى الساعة ونحن بانتظار هذه المعلومة كي تصبح صحيحة حتى نؤكد البيانات التي صدرت أليا ومعلومة عن الصندوقين الأسودين لونهم برتقالي على فكرة زي ما شفنا في الصورة هنا وأيضا أحيانا حتى الصندوق الأسود قد لا يكشف السر فقط للتذكير الطائرة الحربية الروسية التي أسقطت في تركيا في نوفمبر الماضي فتح الصندوق الأسود أمام الجميع لم يعثروا على شيء ما فهموا شيء وبقيت للقضية غامضة أحيانا ممكن على كل لن شكرا يوسف يعني مهم فعلا العثور على هذين الصندوقين كما ذكرت شانتان شكرا